عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية قائلاً إن هذا النمو جاء نتيجة لمجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي وخلال الاجتماع تم التطارق إلى استراتيجية وزارة السياحة خلال الفترة الحالية المتعلقة بالتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية فضلاً عن استعراض الفرصة الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لزيادة الطاقة الفندقية